موسيقى بسم الله ويا أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فصول القراءة متعة من متعة العقل التي لا يعرفها إلا من جربها وتكون أكثر إمتاعا إذا كان المقرو سيرة من سير المشاهير والعظمة فما بالك إذا كانت هذه السيرة سيرة عقل ممتاز كعقل المفكر والفيلسوف القارئ حينئذ يكون قد وصل إلى ذروة المتعة العقلية وهذا الكلام يصحه تماما على كتاب هذه الحلقة فهو واحد من أمتع كتب السيرة العقلية التي عرفتها أنا على الأقل أتحدث عن كتاب رحلة الفكرية للمفكر العربي الراحل عبدالوهاب المسيري فكونوا معنا موسيقى مرحبا بكم مجددا سيكون من المبالغة القول أننا بصدد عرض كتاب بهذه الضخامة وهذا الثراء في زمن محدود كزمن الحلقة الكتاب ثري وواسع كبير لنتوضع إذن ونقول أنه مجرد تنويه بالكتاب ومقاربة لبعض أفكاره الكتاب كما قلت يصنف ضمن السير الذاتية أو السير الذاتية لكنه ينتمي إلى فصيل معين من السير الذاتية هو سيرة عقل المفكر المؤلف مش سيرة شخصية سيرة عقله وعقل المفكر هو مجموعة أفكاره يعني واختياراته وتحيزاته وتفضيلاته وطريقته الخاصة في العمل وهذا هو أجمل وأنفع ما يمكن أن نقرأه في سيرة شخص ما كيف تشكلت أفكاره كيف تطورت ما عوامل التطور والتغير ما الظروف التي حدثت فيها هذه التطورات إلى آخر ذلك لأن المهم في حياة المثقف بالنسبة للقارئ هو عقله وليس ذاته ومن محاسن القدر أننا في الوطن العربي حظينا بمجموعة من أمتع السير الذاتية للمفكرين أخص بالذكر سيرتين فكريتين إحداهما بعنوان قصة عقل للفيلسوف المصري زكي نجيب محمود والأخرى هي هذه التي نتحدث عنها هذه الليلة العبد الوهاب المسيري رحلة الفكرية وهناك كتاب ثالث من أكثر الكتب تشويقا في هذا المجال هو كتاب في صالون العقاد كانت لنا أيام للكاتب المصري الشهير أنيس منصور وهو كتاب ممتع بالفعل يحكي يحكي نتف طريفة من سيرته هو سيرة أنيس منصور مع أستاذه عباس محمود العقاد يكاد يكون سيرة للشخصيتين للعقاد ولأنيس منصور لكنك لا تخرج منه بأفكار كاملة ورؤى واضحة يعني موثوقة يعني هو يتحدث عن العقاد نعم لكن هناك فرق كبير بين أن يتحدث العقاد عن نفسه أو أن يتحدث عنه واحد آخر وطبعا هناك كتاب الأيام لطها حسين وهو أشهر كتب السيرة العربية الحديثة هذا أسبقهم وأشهرهم أنا شخصيا من زمان أنصح أنصح محبية القراءة والمطالعة المطالعة العامة يعني أنصحهم بهذه النوعية من الكتب يعني الشخص الذي يحب أن يطالع خارج تخصصه أو خارج مجال بحثه أنصحه أن يطالع في سير المشاهير في كتب الأدب عامة وسير المشاهير على وجه الخصوص وخصوصا المثقفين منهم لماذا؟ لأن هذه الكتب ومثلها جميع كتب الأدب كما قلت تضرب أكثر من عصفور بحجر واحد أولا تضيف للقارئ خبرة المؤلف في الحياة المؤلف يصب بخبرة في الكتاب في كتاب السيرة الذاتية والقارئ يأخذ هذا يكتسب هذه الخبرة أو بعض هذه الخبرة وهذا مكسب عظيم هذا أولا ثانيا هذه الكتب تعطيه فكرة عن مجتمع المؤلف وعن فترته التاريخية وعن بلده والمجتمع الذي عاش فيه وعن نفسيته وهذا طبعا يضعف للقارئ ويضعف خبرة بالناس وبالعالم وبالمجتمعات والدول ثالثا السيرة الذاتية لأنها كتب أدب في المقام الأول تحسن الذائق اللغوية للكارئ وتثري كاموسه اللغوي ومن ثم تصبح قدرة على التفكير أعمق وأدك لأن التفكير العميق والدقيق يعني التفكير في في مستوية تجريدية عليا هذا غير ممكن بدون عدة يعني بدون ما يكون عندك عدة لغوية جيدة وهذه تكتسب القراءة في كتب الأدب تحديدا لأن اللغة اللغة أدب في المقام الأول مش قانون يعني مثلا علم النحو وعلم الصرف وعلوم اللغة الأخرى هذه لا تكسبك لغة لا تكسبك ملكة لغوية هذه كتب في القانون يعني كتب تتابع الخطأ والصواب في اللغة أما الكتب التي تكسبك لغة وتحسن ذائقتك اللغوية وملكاتك اللغوية فهي كتب الأدب ويمكنك طبعا أن تضيف المزيد من منافع القراءة في كتب الأدب والسيرة الذاتية خصوصا لكن لدينا فقرات أخرى أهم الدكتور عبدالوهاب المسيري في هذا الكتاب يحكي تجربته في التحول من الرؤية المادية الماركسية التي تبناها في مرحلة من عمره إلى الرؤية الإيمانية الإنسانية كما يسميها يعني هو يرصد الظروف التي دفعته للشك في المنظور المادي ثم يسترسل في نقد النموذج المادي الغربي وهو الذي قضى في الغرب شطرا كبيرا من عمره هو وزوجته طبعا للدراسة وتحضير الدكتورة ورسالته في الدكتورة كانت في الأدب الإنجليزي وهذا تخصص يسمح له بالتوغل في أعماق العقل الغربي والوجدان الغربي وجهود عبدالوهاب المسيري النقدية للغرب يمكن تصنيفها ضمن ما يسمى بحركة الاستغراب حركة الاستغراب التي تقابل حركة الاستشراك إذا كان الاستشراك هو دراسة الشرق من منظور غربي بعيون غربية فإن الاستغراب هو دراسة الغرب بعيون شرقية والاستغراب هو المشروع الذي دعا إليه المفكر المصري الأمريكي أنور عبد الملك في السبعينيات القرن الماضي واستجاب لدعوته الدكتور حسن حنفي اللي مات قبل أيام الدكتور حسن حنفي ألف كتاب مشهور يعني بعنوان مقدمة في فقه الاستغراب المقدمة اللي ينبغي أن تفتح للمستغربين يعني الباب لكن أكثر من مارس الاستغراب واقعا هو الدكتور عبد الوهاب المسير في كتبه المختلفة وهذا لا يعني أن المسيري كان منتبها لهذا البعد أنه بمارس الاستغراب أنا أظن وأرجح أن المسيري لم يكن منتبها إلى أنه يمارس هذا العمل بشكل رسمي لا أتذكر فيما قرأته له أنه ذكر هذه اللفظة في سياك الحديث عن عمله بل كان دائما ما يستشهد بكلام النقاد الغربيين أنفسهم للحضارة الغربية من أمثال هوركهايمر وماركيوز وبكية أعضاء مدرسة فرانكفورت النقدية كان يعني يتبنى كلامهم ويعني منتجاتهم والفكرية هناك حركة فلسفية في الغرب تنقض النموذج الغربي تعرف باسم مدرسة فرانكفورت الألمانية أو المدرسة النقدية ومعظم النقد الذي يوجهه الإسلاميون عندنا للنموذج الغربي والحياة الغربية مستعار من تراث هذه المدرسة النقدية في ألمانيا أو هي مدرسة ألمانية وليست حكراً على الألمان يعني بما في ذلك تراث سيد قطب ومحمد قطب نفسه وغيرهما من نقاد الحياة الغربية عندنا هذه وجهة نظر خاصة يعني لا أدري إن كان هناك من ناقشها من قبل ليثبتها أو ينفيها ولعل دارساً يسمعنا الآن ويلتقط الخيط فيجعلها موضوعاً لدراسة أكاديمية كرسالة ماجستيرو وما شبه ذلك يعني تأثير أو تأثر سيد قطبي مدرسة فرانكفورت الألمانية مثلاً هذا قد يكون عنوان لرسالة لأنه البعض بيعتقد أنه أفكار سيد قطب في نقد الغرب أو أفكار محمد شكيكة وغيرهم وكلهم لهم فكر واحد يعتقدون أنها من بنات أفكار سيد قطب أنا في اعتقادي أنها من تأثيرات المدرسة النقدية الغربية وتحذيراً مدرسة فرانكفورت عموماً عبد الوعاب المسيري تأثر بالكثير من مفكرية الغرب وأدبائل لكن أبرز من تأثر بهم في ظني كان عالم الاجتماع الألماني الشهير ماكس فيبر هو كثيراً ما يستشهد بماكس فيبر طبعاً ماكس فيبر مفكر فذ يعني صاحب رؤى دقيقة وهذه كانت نظرة إجمالية عن الكتاب كتاب رحلة الفكرية وعن مؤلفه ولنذهب إلى الحديث عن أفكار الكتاب نفسها من بين أهم الفصول في الكتاب فصلهم بعنوان من بساطة المادية إلى رحابة الإنسانية والإيمان بيحكي فيه المؤلف عن تجربته في الانتقال من الرؤية المادية للحياة هو كان ماركسي والماركسية تتبنى الرؤية المادية هو بيحكي تجربته في الانتقال من الرؤية المادية إلى الرؤية الإيمانية والإنسانية كما سماها ويذكر المؤلف أو المواقف التي دفعته للشك في جدوى الرؤية المادية أو حسب تعبير دفعته للاكتناع بعدم جدوى النماذج التحليلية المادية في الإحاطة بالظواهر المركبة هذا كلام طبعاً قد يكون معكد شوية بالنسبة لبعض المشاهدين لذلك لازم نبسط لو سألنا أبسط شخص عندنا في المجتمعات الإسلامية الإنسان من أي شيء يتكون مما يتكون الإنسان سيجيبك معظم الناس الإنسان مكون من جسد وروح المثقفون منهم سيقولون مثلاً هيقولوا نفس الكلام لكن بعبارة أخرى الإنسان مكون من عنصري عنصر مادي محسوس وعنصر روحي لطيف غير محسوس العنصر المادي جاء من الأرض والعنصر الروحي جاء من السماء هذا ما سيقوله أي مثقف مدرسي إذن الإنسان عندنا نحن المؤمنين بالأديان في العالم الإسلامي كائن ثنائي الطبيعة من جسد وروح أو من مادة ونفس نفس أدك من روح يعني لفظة نفس هي أسوب وأدك من كلمة روح القرآن أيضاً لا يستخدم إلا كلمة نفس في هذه المواضع الروح يطلقها على معنى آخر على جبريل وطبعاً هذه الثنائية نحن بنعتبرها حقيقة واضحة لا تقبل الجدل لكن لو سألت شخصاً في المجتمعات الغربية والمجتمعات الحديثة عموماً نفس السؤال غالباً سيجيبك الإجابة التالية حيقول لك الإنسان مكون من المادة ولا شيء غير المادة يعني إذا قلت له يعني طيب والمشاعر والوجدانات هذه أمور غير مادية كيف تصنفها سيقول لك المشاعر والوجدانات عبارة عن نشاط كيميائي يعني يحدث في قشرة الدماغ يعني برضو مادة كل شيء مادي وهذا طبعاً محل الخلاف حتى بين علماء الغرب أنفسهم يعني علماء الأعصاب والتشريح تحديث جديداً مختلفون في هذا لأن فيه تجارب ذكرها صاحب كتاب العلم في تاريخه الجديد تقريباً هكذا يعني هذا واحد من كتب سلسلة عالم المعرفة هو أكثر من مؤلف يعني تقريباً مؤلفين من الكتاب أجروا تجارب عديداً مئات التجارب في مجال التشريح وعلم الأعصاب وأكدوا وجود عنصر مفارق للمادة وعنصر آخر إضافي غير المادة في الكيان الإنساني يعني الإنسان عندهم مش مادة فقط مادة وشيء آخر وعندهم براهينهم وأدلتهم يعني وعالم أمريكي تكريباً أو كندي نسيت الآن لكن التيار العلمي السائد هناك يرى أن الإنسان عبارة عن جوهر مادي التيار الدرويني تحديداً تيار يرى أن الإنسان عبارة عن مادة ببحث أين المشكلة في هذا الكلام عند المسيري؟ المسيري وأمثاله يقولون إذا اعتقدنا أن الإنسان عبارة عن كيان مادي ببحث فهذا يعني أن بالإمكان دراسة الظاهر الإنسانية بنفس المناهج التي ندرس بها الظواهر المادية الأخرى يعني ندرس الظاهر الإنسانية بالمناهج الرياضية الكمية التي ندرس بها الفيزياء لأن الإنسان ظاهر فيزيائية أيضاً أو ندرس الإنسان بالمناهج التي تدرس الكلاب والقطط والنباتات لأنه لا يختلف عن هذه الكائنات لا توجد فروق جوهرية بين الإنسان وبقية المجتمع الحيواني وهذا منطق غير مكبول عند المؤمنين يعني وأصحاب الرؤية الإنسانية الإنسان كما يقول المسيري وغيره ظاهرا مركبة يعني معقدة يعني مكونا من أكثر من بعد وأكثر من عنصر هذا معنى مركبة ثنائية الجوهر ولا يصح أن ندرس الظواهر المركبة بالمنهج المادي البسيط المنهج المادي منهج بسيط لأن المناهج المادية كما كان بسيطة وسادجة واختزالية يعني تختزل الإنسان في بعد واحد كما حنشوف بعد شوية وللحديث بكية يقول الدكتور المسيري أن الحضارة الغربية هي حضارة النموذج العقلاني المادي وهذا النموذج يميل إلى تبسيط الواقع من أجل السيطرة عليه هم يحبوا يسهلوا الواقع يبسطوا كل شيء على شان يسيطروا على على كل هذه الأشياء اللي بدرسوها فعلشان تكون بسيطة لازم يستخدموا المنهج المادي لكن هذا النموذج كما يقول لا يصلح لدراسة الإنسان لأن الإنسان ليس مجرد ظاهرة مادية كما قلنا بل هو مادة وشيء آخر ولهذا أخفقت في دراسته جميع النماذج المادية العقلانية البسيطة مثل نموذج الماركسية الماركسية كالنموذج لدراسة الظاهرة الإنسانية والاجتماعية كذلك نموذج الليبرالية الفردية ونموذج الداروينية نموذج النتشوية نسبة إلى نتشا بين سوف الألمان المعروف يعني على سبيل المثال الماركسية فلسفة أرادت تفسير العالم وتغييره تفسير الواقع وتغييره تغييره تحديدا وعندما أرادت تفسير الواقع فسرته بعامل أساسي واحد هو الاقتصاد قالت الاقتصاد هو العامل الأساس في تشكيل الحياة هذه المقولة نظرت إلى الإنسان باعتباره كائنا اقتصاديا بالأساس وتجاهلت الأبعاد الأخرى في هذا المركب الإنساني هذا معنى الاختزال اختزلته في البعد الاقتصادي فقط وهذا هو التبسيط ولكنه تبسيط مخل كما يقال ولذلك أخفقت الماركسية مثل ماركس و مثل داروين داروين بعيد شوية عن الموضوع يعني فرويد فرويد كان مثل ماركس فرويد مؤسس علمه النفس التحليلي قال إن العامل الأساس في حياة الإنسان هو الجنس يعني برضو عامل واحد زي ماركس بس ماركس قلب عامل الاقتصاد فرويد عامل الجنس وذهب يفسر سلوك الإنسان بهذا العامل هذا أيضا نموذج مادي بسيط واختزالي اختزل الإنسان في بعد واحد من أبعاده وهو الجنس ولهذا أيضا أخفقت مدرسة التحليل النفسي الفرويدي مثل مدارس يعني أحدث منها الآن تحاول تتلافى القصور فيها لكن هذه النماذج لا تخفق مجانا بطبيعة الحال احنا بنقول أخفقت الأخفاق هنا ما هوش مجاني هذه النماذج والمدارس تخفق بعد أن يدفع الإنسان ثمنا باهظا في تجريبها النموذج النتشوي مثلا الذي تبنته النازية الألمانية والفاشية الإيطالية هذا النموذج تسبب في حرب عالمية كبرى راح ضحيتها أو راح ضحيتها كرابت سبعين مليون شخص هذا غير دمار المدن والدمار النفسيات كذلك النموذج الماركسي النموذج الماركسي على الرغم من نبل أهدافه وكان عنده أهداف نبيلة يعني لا يشك فيها ماركس نفسه كان عنده أهداف نبيلة يعني أحيانا يصور ماركس وكانه شيطان من الشياطين وحقيقة غير ذلك هو رجل كان متعاطف مع المستضعفين من الناس وكان عنده أهداف نبيلة للإنسانية لكن الفكرة نفسها لم تكن موفقة هذا أمر وهذا أمر آخر أفكار ماركس تسببت في مكتل عشرات الملايين من البشر لما تبنها ستالين وغير وتسببت في تأخير تقدم العديد من البلدان التي تمنتها ودفعت ثمن كبير لسبيل هذا التأخر وحتى النموذج الليبرالي النموذج الليبرالي الفردي الذي أعتقد أنا شخصيا أنه الأفضل بين جميع النماذج المادية الغربية النموذج الليبرالي يعني هو طبعا هو الذي يراح أن حقوق الفرد مقدمة على حقوق المجتمع ويؤكد على أن حرية الفرد مقدسة ويعد بالمزيد من استقلالية الأفراد لكن هذا النموذج أيضا أخفك بشكل جزئي في تحقيق قعوده وهذا رأيه المسيري طبعا وكاد أتفك معه في ذلك هذا النموذج إما أنه أخفك أو لنقول أنه وصل إلى نتائج عكسية في كثير من الأحيان الليبرالية الفردية كما قلت وعدت بمزيد من استقلالية الأفراد في المجتمع أن يكون لدينا أفراد مستقلين بشكل كبير هذا وعدها لكن اللي حدث شيء آخر شيء مضلل هو في الظاهر استقلال فردي لكنه في الحقيقة تنميط شديد أي أنه جعل الأفراد نمطا واحدا وكأنهم فرد واحد ألغى الفوارق الفردية التي تجعل كل فرد عالما مستقلا قائما بذاته كما تبشر الليبرالية وهذه نقطة تحتاج شرح وتوضيح أكثر في الفقرة القادمة قلنا أن الليبرالية الفردية وعدت بالمزيد من استقلالية الأفراد عن مجتمعاتهم ليكونوا أكثر حرية لكن الواقع يقول أنها في كثير من الأحيان فعلت أكس ذلك يعني عندما نمطت حياة الناس في الغرب جعلت حياة جميع الأفراد على نمط واحد هناك في الغرب حياة الناس متشابهة إلى حد كبير إلى حد خانك كأنهم آلات في مصنع يستيقظون من النوم في ساعة محددة يذهبون إلى العمل في ساعة محددة يعودون من العمل في ساعات محددة يأكلون طعاما محددا يتصرفون تصرفات نمطية محددة أذواقهم متشابهة مشاكلهم متشابهة إلى آخر ذلك وطبعا في جانب إيجابي في هذه الأمور وفي جانب آخر سلبي والمسيري يحكي حكايتين طريفتين تشرحان معنى النمطية هذا الذي يختبئ خلف شعار الليبرالية الفردية الحكاية الأولى كانت عندما أو في بداية وصول أمريكا في الستينيات عندما وصل أمريكا في الستينيات قال أن أول احتكاك له بالنمطية كان عندما كان برحلة عبر الباص يسميه الأوتوبيس من نيويورك إلى مينيسوتة هذه الرحلة استغرقت يوميا كان الأوتوبيس يتوقف في محطات معينة وبجانب كل محطة دائما هناك فرع من فروع مطاعم هوارد جونسون كان مطاعم سلسلة مطاعم مشهورة أيامها تشبه مطاعم مكدنالزا اليوم خلاص قفلت ما عدت فيش منها تحولت إلى فنادق سلسلة فنادق الآن كان في كل محطة جنب كل محطة فرع لهذه السلسلة من المطاعم كان الركاب ينزلون يتوجهون كل مرة إلى نفس المطعم فيجدون نفس شكل المطعم نفس المدخل نفس قائمة الطعام في كل الفروع يجدون عاملات الجرسونات يعني يقدم نفس الابتسامة قال في المرة الأولى شعرت بارتياح وشكرت العاملات الجرسونات على الخدمة الممتازة لكن في المرة الرابعة قال تحققت من حجم كارثة التنميط هذا حالة نمطية قال فكنت أتحاشى إذا جاءت العاملات أشيح بوجهي عنهن حتى لا أرى ابتسامتهن المصنوعة المدفوعة الأجر وأكذف بالطعام في جوفي بيسميه الطعام بلاستيكي دون حب أو كر فقط حتى لا أموت جوعا وطبعا يشبه الطعام الجاهز السريع في أمريكا بالبلاستيك لأنه طعام نمطي على العكس الطعام اللي في البيت كل يوم شكل جديد كل يوم إضافة جديدة كل يوم يعني في على الأكل في نفس جديد لكن هذه يعني الأكلات السريعة هذه نمط واحد كانه بلاستيكي متشابه في كل مكان وهو طعام غير صحي بطبيعة الحال في معظمه حتى بالمعايير الأوروبية نفسها عموما المسيري أشار لعدد كبير من المظاهر التي تدل على التنميط في المجتمعات الغربية وفي هذا الكتاب اللي نتحدث عنه رحلة الفكرية وفي غير يعني تحدث المسيري عن كثير من الأشكال الأشكال النمطية في الغرب وأظن أن الفكرة واضحة للجميع ولا تحتاج لأن يذهب الشخص لأمريكا أو لندن حتى يكتشف ذلك هذه أمور يعني يمكن مراقبتها والاطلاع عليها عبر منصات كثيرة الأفلام، المسلسلات، وسائل التواصل المختلفة، الاختلاط بالأفراد لكن استوقفتني في الكتاب لفتة من لفتات المسيري تستحق التوقف في الفكرة القادمة في المجتمع الحديث هناك نمط من الحفلات يسمى حفلات الكوكتيل هي عبارة عن حفلات عشاء أو سهارات عشاء يقيمها رجال الأعمال ومدراء الشركات الكبرى الغرض من هذه الحفلات هو الإعلان عن إما إطلاق منتج جديد أو جمع تبرعات أو تبرعات خيرية في طبيعة الحال أو إبرام شركات على مستوى رفيع شراكات يعني بين الشركات وهكذا، هذا هدفها معروفة في المجتمع الرأسمالي هذه الحفلات الكوكتيل معروفة كثيراً في المجتمع الرأسمالي الدكتور المسيري حضر واحداً من هذه الحفلات أو أكثر من حفلة ولاحظ ظاهرة لافتة موجودة في الحفلات هذه تدل على أن الليبرالية تنتهك في الواقع تنتهك بطرق غير مباشرة لاحظ المسيري أن العاملين في هذه الشركات يحرصون على أن يخطبوا ود مرؤوسيهم بشكل قال كاتل يعني يحرصوا على أنه يستميلوا رضا مرؤوسيهم رؤساءهم في العمل يعني بشكل مقرف كيف؟ قال العاملين في هذه الشركات لما يحضروا الحفلات يحرصون على إثبات أن حياتهم العائلية مستكرة وأن زوجاتهم يوفرن لهم الاستقرار الكافي في البيت طيب ليش؟ لماذا يحرصون على ذلك؟ لماذا يفعلون ذلك؟ قال حتى لا يقال أن حياتهم العائلية أن حياتهم العائلية تعوّق مسيرة الإنتاج والعمل فما يرضوش عنهم الرؤساء لازم يظهر لازم يظهر أمام رئيس العمل أو رب العمل وكأنه شخص مستكر في بيته وأموره الوردية وكويسة علشان رب العمل يعني يعتمد عليه ويرقيه يعني كما قال المسيري يعني أنهم يوظفون حياتهم الخاصة في خدمة الحياة العامة ويضطرون أحيانا إلى الكذب والتمثيل فقط لكي يبدو كل شيء على ما يرام هذا مظهر آخر من مظاهر الانتهاك الحرية الفردية في مجتمع الرأسمالي الطاحنة والمظاهر كثيرة بطبيعة الحال من أخطرها خضوع الأمريكيين والغربيين عموما لتوجيه وسائل الإعلام بشكل كبير هو يقول أنه كنت أقابل كثيرا من الأمريكيين يغيرون ملابسهم وبأكلهم وسلوكهم يغيرون حتى السلوك حسب ما تمليه وسائل الإعلام الموجة الإعلامية وهذا ما دعاه للقول أن النموذج السائد في الغرب ليس الليبرالية كما نعتقد بل البراجماتية براجماتية يعني النفعية الحب المنفعة يقول لك الإنسان البراجماتي الذي يسعى بعد المنفع العاجلة يتصور أنه يؤكد ذاته بهذه الطريقة يعتقد أنه يؤكد فردانية بهذه الطريقة لما يسعى وراء المنتجات والاستهلاك الطاغي لكنه في الحقيقة يصبح كائنا متكيفا مع ما يأتيه من إشارات ونداءات وإعلانات وبيانات سياسية يتكيف مع هذا اللي بيأتيه فيعيد صياغة نفسه بسرعة وسهولة حسب آخر صيحة ما يقوله الإعلام يعني أصبح كائن مسيطر عليه من كبل وسائل الإعلام المختلفة وسائل الدعاية للمنتجات والشركات وللمؤسسات السياسية وهذا يعني أن قدرته الخاصة هو قدرته الخاصة على التمييز والنقد كالضعفة أو ضاعت وانحسرت ما يقدرش ينقب لأنه لو كان عندك قدرة على التمييز والنقد لما تكبل كل شيء سيتحاشى بعض الأمور يقول والله هذا المنتج ليس جيدا حتى لو كان موضة حتى لو كان الناس الكل بيفضل اقتناء أنا أرى أنه ليس جيدا هذه الملكة النقدية ما عددش موجودة انحسرت لدى الفرد في الغرب وانحسار هذه الملكة يعني انحسار فردانيته لبراليته ليش؟ لأن اللبرالية الفردية تعني فيما تعني أنه كل فرد له إرادة مستكلة له شخصية مستكلة جهاز نكدي مستكل ومن ثم شخصية مستكلة لها ملامح مميزة مختلفة عن الشخصيات الأخرى إلا أنه النظام نظام الحياة الغربي لا يؤدي إلى هذه النتيجة يعني في كثير من الأحيان بل يؤدي إلى نمط واحد يعيش في ظله جميع الأفراد تقريبا وكأنهم فرد واحد في كتاب رحلة الفكرية للدكتور عبدالوهاب المسيري لفتات كثيرة كيمة وطريفة وبالذات طريفة يعني لكني أحببت أن أختم هذه الحلقة بلفتة لها علاقة بيننا نحن الشعوب غير العربية قد يقال أنه نموذج الحياة الغربي إذا كان معيوبا فلن يضر إلا أهله لكن الحقيقة غير ذلك نحن البشر نعيش جميعا على ظهر سفينة واحدة أو في سفينة واحدة مفتوحة على بعضها وبعض ما يصيب جاري سيصيبني وعيوب النموذج الغربي لها آثار عابرة للقارات وهو ما أشر إليه عالم الاجتماع الكبير ماكس فيبر حين قال ما معناه قال أنه إيقاع الحياة في الغرب سريع يولد القلق يعني أنا أجيبها بعبارتي أو بصياغتي سريع يولد القلق هذا إيقاع الحياة هناك في المجتمعات الغربية لأنه النموذج الرأسمالي يطلب فردا منتجا حركيا والحركة تولد القلق والقلق يولد نزعة إمبريالية في الإنسان تجعله يود غزو العالم والسيطرة عليه يعني الإنسان في النموذج الليبرالي الرأسمالي لا بد أن يفقد توازنه لا بد أن يفقد توازنه كما أفقدت طبيعا من حوله توازنها أيضا والإخلال بالتوازن على مدى معين لا بد أن يراكم مشكلات كثيرة تؤدي في النهاية إلى كوارث سواء على مستوى النفس أو على مستوى الطبيعة برمتها يعني على سبيل المثال جشع الاستهلاك الذي تروج له وسائل الإعلام ووسائل الإعلانات للشركات الواحد محتاج سيارة ومحتاج يغير هذه السيارة في كل كذا فترة ومحتاج بيت بمواصفات معينة ويحتاج وسائل ترفيه بوسائل بمواصفات معينة وكل سنة لازم يشتري يعني ملابس جديدة وربما يغير سيارة كل سنة هذا الجشع للاستهلاك بيؤدي إلى أن المصانع تستهلك المزيد من المواد الأولية التي بتحصل عليها من الطبيعة يعني بتستنزف الطبيعة نفسها بيصير عندنا مثلا الغابات تستعصل بشكل كبير العناصر الطبيعة النفسة من مواد الطبيعة الأصلية بتستنزف في سبيل الاستهلاك الجشع اللي مالوش حاجة لذلك المصانع في العالم المصانع الرأسمالية تنتج أكثر من حاجة الإنسان أكثر مما يحتاجه الإنسان ليش؟ لأنه صاحب رأس المال جشع يريد المزيد من المال فيقوم ينتج أكثر ولأن الناس لا يحتاجون يكون يروج لهم عن طريق الإعلانات وما شابه ذلك فكرة الموضة وفكرة الاستهلاك الانتاج السنوي واليومي الجشع ودائما يخترأ لهم طرق يحببهم في الاستهلاك هذا أمر مفهوم فالطبيعة تستنزف أيضا هناك أنواع غريبة من الجرائم تحدث في الغرب لا تفسير لها إلا بفقدان التوازن العميق يعني ما تقدرش تفسرها إلا أن الإنسان فقد توازن أو ما يسميها الدين فقدان الفطرة يعني على سبيل المثال قبل أيام قليلة وقعت هنا في إسطنبول جريمة جريمة مروحة أصبحت حديث الناس أحد المعاتيه اشترى سيفا عبر الإنترنت سيف الساموراي يسموه وكرر أن يقتل أي شخص يلقاه في الطريق في طريقه ثم عدل قليلا وكرر أن يقتل أي امرأة يلقاها في طريقه لأنه قتل المرأة كما كان أسهل ولسوء الحظ ووجد في طريقه مهندسة مهندسة معمارية جميلة عمرها 28 سنة كانت عدها تلقت عرض بالزواج قبل يوم واحد من موتها كانت جاءت من مدينة أنكرا لتقضي دورة تدريبية في إسطنبول لمدة شهر فقط يعني من سوء حظها وتعود إلى أنكرا قتلها بضربة واحدة لما ألك القبض على القاتل قال إنه لم يكن يعاني من أي مرض وأنه تعالج من المخدرات والنسيان فقط أصبح يعني سليم طيب ليش ارتكبت الجريمة؟ قال إنه ارتكب الجريمة لأنه كان يشعر بالملل زهقان عاد جالس في البيت زهقان فخرج يعني يرفع عن نفسه شوية بالقتل طبعا وسائل إعلام تركية قالت إن القاتل درس في قسم الهندسة في جامعة خاصة والتحك بقسم علم الاجتماع في كلية التعليم المفتوح يعني دراساته رفيعة والد منسق مشاريع في شركة بناء والدة محامية يعني ظروفها المالية ممتازة ووضعها الأسري الاجتماعي ممتاز طيب إيش اللي حصل؟ اللي حصل إنه فقد شيئا داخليا أخلى بتوازنه هذا الشاب هو نموذج مبسط للمجتمعات الامبريالية التي قد تفقد توازنها أو التي فقدت توازنها فقررت أنظمتها السياسية أن تتسلى بتعذيب شعوب أخرى مريضة ضعيفة كالشعوب العربية التي يسمونها سوء العذاب يعني إذا كان واحد خرج يتسلى ويكسر الملل بقتل واحدة فما بالك بمجتمعات وبنظم سياسية بتتبنى نفس النموذج في الحياة حتكون بطبيعة الحال أمبريالية ولديها نزوع للتعذيب والقتل ولا ما نسمي هذه الرغبة في قتل المجتمعات بالكامل الوطن العربي يذبح من الوريد إلى الوريد تحت إشراف قوة أمبريالية معروفة وبتوظف قوة محلية تافية في مقابل تخادم من نوع ما أسر حاكمة تريد أن تبقى على رأس السلطة وتخاف من شعوبها فتقدم عرض للقوى الأمبريالية أنه أنتم احمونا من شعوبنا ونحن نقدم لكم خدمات على حساب هذه الشعوب خدمات من الثروة خدمات من مصالحكم توطين مصالحكم حماية الكيان الإسرائيلي إلى آخر هذه الأسر الحاكمة معظمها معظم أبنائها مثل حكام الإمارات وحكام الخليج عموما عاشوا حياتهم وفقا للنموذج الليبرالي الغربي هذا اللي بنتكلم عنه يعني من طفولتهم وهم يعيشون وفقا للنظام أو للنموذج الغربي الليبرالي الفردي اللي أوجد فيهم هذا النزوع السادي من السادية مرض يعني نفسي معروف نزوع سادي لتعذيب الشعوب محمد بن زايد هذا نموذج للسادية والشوفينية يعني هذه واحدة من الأمور اللي بتدفع يعني نحاول نثبت من خلالها أنه النموذج الغربي عابر للقارات يعني ماهش آثار باكية في المجتمعات الغربية وحدها الجميع بيدفع الثمن وهناك كما قلت طرائف كثيرة في الكتاب أنصح القارئ بالعودة إليها ووصلنا إلى ختام هذه الحلقة نلقاكم في حلقة قادمة تصبحون على خير موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر